موسيقى حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم وحب الله سلواكم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم دنوبكم والله غفور رحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين إن الله يحب المتقين وأحسنوا والله يحب المحسنين والله لا يحب كل مختال فخور آيات لا حصر لها من بستان القرآن تتحدث عن الذين يحبهم الله ويحبون الله وكشفت كل تلكم الآيات عن الآلية التي تجعل الإنسان يرقى إلى مصاف العاشقين المريدين وأهل الله وعندما استعاض المسلمون حب الله بحب الدنيا ومتاعها دب الوهن فيهم وتكالبت عليهم الأمم بل تكالب بعضهم على بعض على منصب دنيوي أو متاع زائل قال حبيب القلوب صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن تتداع عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن قلنا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت عندما نتحدث عن حب الله تعالى أو العشق الإلهي لا بد أن نشير إلى أولئك النفر من المؤمنين الذين أدركوا حقيقة الدنيا وأدركوا حقيقة الآخرة وعدوا العدة بزاد الحب ومؤونة الوصال مع المولى عز وجل إن لله عبادا فطنى طلقوا الدنيا وخافوا الفتنى نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنى جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنى لقد هذب العارفون والعاشقون والذائبون حبا في الله أنفسهم فابتعدوا عن كل معصية ودمب واستغفروا لذنوبهم آناء الليل وأطراف النهار فهل يقتلوا إنسانا من يحب الله وهل يهدموا مقاما أو قبرا أو عمارة أو مستشفى أو مدرسة من يحب الله وهل ينحروا رقبة أو يأكلوا كبد إنسان من يحب الله وهل يقطعوا شجرة أو يؤذي هرة أو حيوانا أو حيوانا من يحب الله أليس من أحب الله أحب مخلوقاته فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل يقول ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فأكون أنا سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي يمطق به وقلبه الذي يعقل به فإذا دعا أجبته وإذا سألني أعطيته وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل في الحديث القدسي من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وإنه لا يتقرب إلي بالنافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي يمطق به ويده التي يبطش بها إن دعاني أجبته وإن سألني عطيته من عرف الرب فلم تغنه معرفة الرب فهذا شقي ما در في الطاعة ما ناله في طاعة الله وما دلقي ما يصنع العبد بعز الغنى والعز كل العز للمتقي وعندما ترك المسلمون حب الله استعبد الشيطان قلوبهم حتى إن الشياطين باضت وفرخت في قلوبهم فكان القتل والذبح والتكفير والهدم والتفجير والغدر والتفخيخ والسباب واللعان والذم والشتم والتحقير وأصبح كثير من المسلمين ظاهرهم محمدي وباطنهم شيطاني العشق الإلهي عنوان برنامج ألف لاميم ويشاركنا في النقاش الشيخ علي بندر الباحث في الشريعة الإسلامية ومن مصر الشيخ الجليل محمد عبدالقادر أبو سريع المنشد والمبتهل والشيخ الفاضل ومن تونس بدري ابن المنور المدني أستاذ الشريعة الإسلامية مرحبا بكم جميعا سماحة الشيخ أبا سريع لا بد بعد هذه المقدمة التي تشير إلى ضرورة العشق الإلهي أن تأخذنا على جناحي الحب والعشق إلى الحضرة السرمدية وتسمعنا ما تشاء من اختياراتك إذا سمعت إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا يَطِيبُ قَلْبِي إِذَا ذَكَرْتُ اللَّهِ وَالنَّفْسُ تَسْبَحُ وَالنَّفْسُ تَسْبَحُ وَالنَّفْسُ تَسْبَحُ فِي السَّنَا فَتَرَاهُ وَالْرُوْحُ تَسْمُوا تَوْبَةً وَضْرَاغَةً وَتَحِنُّ كُلُّ جَوَارِحِي لِضِيَاهُ وَتَحِنُّ كُلُّ جَوَارِحِي لِضِيَاهُ الله، الله، الله تَجْرِي بِاللِّسَانِ حُرُوفُهَا فَتَذُوبُ نَفْسِي تَشْتَهِي لُقِيَاهُ الله، لا فضّ فوك وجعل الجنة متواك أمتعتنا بهذا الصوت الشجي والمضمون الزكي فبركت شيخنا العزيز وأرجو أن تبقى معي الشيخنا العزيز عندما نتحدث عن الحب الإلهي عن العرفان عن العشق الإلهي لا بد أن نشير للعرفان كما هي كمصطلح كمفوم وبالتالي مدارس العرفان فماذا عن العرفان في الثقافة الإسلامية في الثقافة القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين سلام الله عليك دكتور يحيى وعلى ضيوفك الأكارم في الحقيقة إن العرفان كمصطلح أو كعبارة قد يكون له ظهور في القرون الأولى في العصر الإسلامي ولكن حقيقة هذا الأمر يعود مداره إلى محور المعرفة التي تم الحديث عنها وعقدت لأجلها مدارس حتى خارج الإطار الإسلامي حيث أن هذه المعرفة كانت تدور حول محور وهو إعداد نظام فكري وعقائدي يحدد سلوك الإنسان وينظم سلوك الإنسان في حياة الدنيا لكي يصل إلى السعادة الدنيوية والأخروية والمسلمون قباقي المدارس الفكرية تأبوا على الوصول إلى هذه العلوم والمعارف لكي يحددوا من خلالها رؤية عامة هذه الرؤية تتحدث عن الوجود طارة وعن الإنسان أخرى وعن السبيل طارة ثالثة والتي أشار إليها أمير مين عليه السلام في حديث له رحم الله امرئن أعد لنفسه المقصود منها في الآخرة واستعد لرمسه أي القبر وعلم من أين وفي أين وإلى أين فهذه المعرفة هي المحور التي تبانت على إنشاء منظومة فكرية له جميع المجتمعات البشرية امتاز المسلمون عن غيرهم حيث أنهم اعتمدوا طريقا جديدا طريقا خاصا بهم الذي عرف بالعرفان هذا الطريق يتحدث عن نوع مختلف من المعرفة حيث أن العلوم والمعارف المعروفة بين الناس والمتعارف عليها هي تكون من خلال الكسب ومن خلال التحليل لتلك المعلومات حيث أنه بعد ذلك يصل الإنسان إلى نتائج تكون يقينية أو ظنية وما شبه ذلك إلا أن العرفان هو اعتماد على أن يكون التلقي من خلال القلب مباشرة حيث أن الإنسان العارف أو المسلم عندما يعيش رياضة روحية من خلال العبادات ومن خلال السلوك إلى الله سبحانه وتعالى يصبح بمستوى من صفاء القلب هذا المستوى يتيح أن يكون هذا القلب محطة لقي للإشراق الإلهي والتي عبر عنها في كثير من الروايات كما جاء في بعضها العلم نور يقضفه الله في قلب من يشاء طبعا ولا يتأتى مجيء هذا النور إلى قفص النفسي إلى قفص الروحي إلى قفص الجسد إلى قلب مغلق إلا إذا حقق المسلم مجموعة شروط ربما أولها التفاني في ذات الله الإنصيع لفرائده ترك الدنوب ترك المعاصي لا يمكن أن يتأتى لقلب مغلق أبدا لأن المعصية في حد ذاتها تبعد الإنسان عن هذا الخط النوراني عن هذا الخط العرفاني كذلك وتغلق القلب عن التلقي لهذا الإشراق الإلهي وعبرت كثير من الآيات عن حالة الرين أو عن حالة القلوب المغفلة في بعض الأحيان أو كما جاء في بعض الروايات أن الذنب والمعصية يحدث نقطة سوداء في القلب بعد ذلك إذا تكاثرت هذه الذنوب يظلم القلب فلا يعود محط لتلقي النور والإشراق الإلهي نعم دعني أذهب إلى تونس إلى شيخ بدري بن المنور المدني مرحبا بك شيخ بدري استمعت إلى ما قاله شيخ البندر معي من أن الإنسان دام طهر داته ونفسه وانسجم مع الخط النوراني في الثقافة الإسلامية الثقافة العرفانية سيرتقي إلى مدارج السالكين هل لك ما تضيف ومن ثم ماذا عن قانون التخلية ثم التحلية ثم التجلية الذي يركز عليه الخطاب العرفاني ربما في كل المدارس الإسلامية حياك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يليق بكماله ويناسب جماله وجلاله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبنا أصل شجارة الأكوان المتفرعين من نوره ما يكون وما كان فيض الأماكن والأزمان وينبوع المعاني والعرفان اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات أتقرب إليك بكل صلاة صليت عليه من أول النشأة إلى ما لا نهاية الكملات سيد الكريم والأخوة المشاركين في هذا البرنامج المتميز في البداية أحييكم من تونس تونس الخضراء تونس القيروان وتونس الزيتونة وتونس العلم والمحبة والعشق أحييكم إن شاء الله بالصلاة على النبي المختار سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد أفضل كائنات وأفضل مخلوقات في البداية كذلك أريد أن أعرب لكم سيدي الدكتور عن مؤذرة المتابعين في تونس هذا البلد الحبيب مؤذرتهم إليكم مؤذرة كلية لها ما تتعرضون إليه وهم يبلغون كالتحية ويبلغون قناة الميادين المؤاذرة والمساندة طبعا إضافة لما ذكره الأستاذ الجليل فإن مسألة العرفان هي مسألة ومبحث جلي جدا في القرآن الكريم وكذلك في الثقافة الإسلامية وسيد العارفين هو الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ولكن كما قال لابد في البداية أن يفتح الله سبحانه وتعالى القلوب حتى تغسل بماء المعرفة فسيد العارفين كما قلنا هو السيد الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونجد أن الحق سبحانه وتعالى يقول له في خطاب مباشر إن فتحنا لك فتحا مبينا هذا الفتح في عرف المفسرين وفي عرف المؤرخين هو فتح مكة ولكن هناك من فهم أنه فتح عرفاني قلبي لقلب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام كذلك فتحت قلوب الصحابة من خلال معايشاتهم للسيد الأعظم ففتح الله عليهم وفتح هذه القلوب كذلك فتح على التابعين فيما بعد والعلماء العاملين بماذا فتح الله؟ فتح الله بأن طهر قلوبهم وزكاها وسوى هذه الأنفس وسوى ما في الصدور سواها من خلال أنه أفرغها فلم يبقى فيها إلا الله سبحانه وتعالى وما دام فيها إلا الله سبحانه وتعالى فتصبح هذه القلوب عارفة بالله سبحانه وتعالى ولنا أيضا في أن تعلمنا من بعض ما رواه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في أنه دخل المسجد ذات يوم فوجد من يقرأ سورة الإخلاص فقال هذا قد عرف ربه بمعنى أن سورة الإخلاص تسمى بسورة المعرفة فمن عارم ماذا في سورة الإخلاص يستشف فيها معرفة الأحدية والصمدنية للحق سبحانه وتعالى ثم هذه المعرفة لا بد أن تنجلي القلوب وهذه القلوب لا بد أن تفرغ من كل الأدران ومن كل الشوائب ولا بد أن تعمر وتزكى بالمعرفة الربانية طبعا هذا ما يصطلح عليه بالمعرفة ويصطلح عليه بالعرفان وهناك من العلماء من يصطلح عليه بمقام الإحسان طبعا أركان الدين ثلاثة الإيمان والإسلام والإحسان والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك طبعا هذا يحيلنا مباشرة إلى نظام ومنظومة التخلية والتحلية والتجلية إلى غير ذلك هذا طبعا هو نظام معرفي نظام من أجل ثلاثي الأبعاد فينطلق من التخلية بمعنى نتخلى عن الأدران نتخلى عن الرذائل نتخلى عن المنهيات ثم طبعا فيما بعد نتحلى بالمأمورات نتحلى بالعبادات نتحلى بكل ما من شأنه أن يعمر هذه القلوب ثم طبعا التجلية وهو معرفة الله والفناء فيه والقرب منه والأنس به والشوق إليه إلى غير ذلك من المقامات التي يترقى فيها العارف ويترقى فيها المريد ويترقى فيها السوفي ويترقى فيها المحب للحضرة الإلهية والمحب للحضرة المحمدية طبعا سوف نستكمل كل التفاصيل أستاذ بدري أرجو أن تبقى معي الشيخ محمد أبا سريع كنز ثمين تخلف عنه المسلمون قيمة ربانية كبيرة تراجع عنها المسلمون وهي عشق الله تعالى وحبك حبيني حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك لعل المغزى الأساس من إيجاد البشرية من إيجاد حركة التاريخ بدءا بآدم أن الله تعالى في الحديث القدسي يقول كنت كنزا مخفية فأوجدت الخلق حتى يعرفوني ربما المقصد الأساس من بعتة الأنبياء والرسل وعلى رأسهم رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم هو هذه العلاقة هذه المعرفة بين العبد وربه نجد الكثير من الخطباء يركزون على الدولة الإسلامية على الجهاد على قتل المخالفين على تدمير البنى التحتية لكن أهمل ما يسمى بحب الله الذي لو ارتقى إليه الإنسان يصبح مساكنا حتى للحيوانات ماذا تقول في هذا السياق شيخ محمد؟ أقول مبدأا أن العشق الإلهي هو فرط الحب وهو عجب المحب بالمحبوب والعشق هو أشد من الحب عرفه الإمام الغزالي رحمه الله قائلا فاعلم أن من عرف الله أحبه لا محاله ومن تأكدت معرفته تأكدت محبته بقدر تأكد معرفته والمحبة إذا تأكدت سميت عشقا فلا معنى للعشق إلا محبة مؤكدة مفرطة ولذلك قالت العرب قديما أن محمد قد عشق ربه لما رأوه يتخلى للعبادة في جبل حراء أن الخطباء في هذا العصر كما قلت ركزوا كل اهتمامهم على الدنيا وشهوات الدنيا وتركوا أهم شيء ألا وهو حب الله فحب الله وإشق الله من أهم الموضوعات التي يجب أن تتناول ومن أهم الموضوعات التي يجب أن يركزوا عليها وأن يقربوا العباد من ربهم فالله سبحانه وتعالى خلقنا يعني ليس لمصلحة ما وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ركز الله سبحانه وتعالى على الحب وعلى دليل أنه يحبنا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سورة أهل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إذن فالواجب على أهل العلم حث الناس وحث العباد على حب الله سبحانه وتعالى وعلى قربهم من الله سبحانه وتعالى فلو تقربوا إلى الله ولو أحبوا الله ما قتعوا شجرة لو أحب الله سبحانه وتعالى ما أذى مسلم لو أحب الله سبحانه وتعالى ما هدموا مقاما ولا مدرسة ولا مستشفى ولا خربوا فلو أحب الله سبحانه وتعالى لفعلوا كل ما يجب الله سبحانه وتعالى شيخ محمد طبعا عمية عين لا تراك طال اشتياقي ولا خل يؤانسني ولا الزمان بمن هو يوافيني هذا الله الذي في القلب مسكنه عليه ذقت كؤوس الذل والمحني عليه أنكرني من كان يعرفني حتى صرت بلا أهل ولا وطني قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم ما لدت العيش إلا للمجانين هل سورت لي ما ذكرته من عشق الله ابتهالا رجاء شيخ محمد الله تجري باللسان حروفها فتذوب نفسي تشتهي لقياه الله ألف ألف تشك الكون في إشراقها وتفيض طرحا في الورام سوراه الله لام تمد الدهر من نفحاتها وتبث في قلب الجماد ضياء الله لام 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 اشتركوا في القناة هل يمكن من يحب المولى عز وجل أن يعتدي على كائن من كان إن الله لا يحب المعتدين فاصل مشاهدين اشتركوا في القناة ثم نواصل حلقة العشق الإلهي موسيقى 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 مشاهدين أهلا بكم من جديد من أدرك حلقتنا الآن نحن نعالج موضوعا رقيقا عذبا زلالة العشق الإلهي شيخ علي ورد في الأثر ما يلي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى أو إن لله تعالى ملكا ينزل في كل ليلة فينادي يا أبناء العشرين جدوا اجتهدوا يا أبناء الثلاثين لا تغرنكم الحياة الدنيا يا أبناء الأربعين ماذا عددتم للقاء ربكم يا أبناء الخمسين قد أتاكم النذير يا أبناء الستين زرع آن حصاده يا أبناء السبعين نودي لكم فأجيبوا يا أبناء الثمانين أتتكم الساعة وأنتم غافلون ثم يقول المصطفى لو لعباد ركع ورجال خشع وصبيان ردع وأنعام رتع لصب عليكم البلاء صب عندما نتحدث عن ثقافة حب الله لابد لهذه الثقافة أن تصيغ الشخصانية المسلمة هل يمكن مثلا لمن يحب المولى عز وجل ويعبده بإخلاص يوميا ويقول ياك نعبد وياك نستعين أن يقتل مسلما أن يقتل مسيحيا أن يقتل يهوديا غير محارب في الأرض المحتلة في الحقيقة إذا أردنا أن نتحدث عن تاريخ حب الله سبحانه وتعالى في الفكر الإسلامي لا نجد أن التاريخ حافل وزاخر بهذا المعنى من الارتباط بالله سبحانه وتعالى لأن تاريخنا الإسلامي كشف لنا آثار الشياطين والجبابر والطغاة أما الصالحون فقد حاصرهم للأسف الشديد مع الأسف فإذا عدنا إلى هذا التاريخ وأضأنا عليه أو إذا أضأنا على كل المسيرة البشرية التي ترتبط بالله سبحانه وتعالى ونحن نتحدث عن مسيرة الأنبياء من نبي الله آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم نلاحظ أنهم كانوا يتعاملون بمنطق الرأفة والرحمة والمحبة للخلق حتى أن الله سبحانه وتعالى أكد على أن الذي يحب الله سبحانه وتعالى يحب عيال الله سبحانه وتعالى أحبكم إلي أحبكم إلى عيالي أحبكم إلى عيالي ولذلك حتى في الآيات القرآنين عزيز عليه ما عندتم يعني لا بد لكي يكون الإنسان ممثلا لله سبحانه وتعالى أو صاحب مشروع كما يدعي هؤلاء مشروع إعادة إحياء الحاكمية الإلهية في الأرض لا بد أن يكون بالمرحلة الأولى يعمل دائبا على تحبيب الله سبحانه وتعالى للخلق على أن يحب الله سبحانه وتعالى حيث جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي الله داود عليه السلام يا داود أحببني وحبب الناس إلي قال داود ربي إني أحبك ولكن كيف أحبب الخلق إليك قال ذكرهم بأيادية عندهم فإذا ذكرت ذلك إليهم أحبوني فإذن المهمة الأساسية التي تقع على عاطق الذي يكون واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أن يجذبنا إلى الله سبحانه وتعالى جذب محب ولكن المشكلة في الفكر والوعي الإسلامي حتى في ثقافتنا اليومية المعاصرة العلاقة مع الله عز وجل مبنية على الخوف فمثلا إذا أخطأ ولد ما مثلا أو في النمط التربوي نقول له لا تفعل ذلك الله عز وجل يعذبك الله عز وجل يدخلك النار الله عز وجل هذا النمط المعقد من العلاقة مع الله عز وجل بالمناسبة النصوص الشرعية والروايات والأيات حثت على التوازن في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون فيها خوف ولا بد أن يكون فيها حب لا بد أن يكون فيها تذلل وتضرع وشوق وأنس لا بد من التوازن ومع ذلك أكدت على أن الحب هو أفضل أنواع العلاقة بالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث عن إمام الصادق عليه السلام إن العبادة ثلاث قوم عبدوا الله عز وجل خوفا من ناره أو خوفا من العذاب فتلك عبادة العبيد وقوم عبدوا الله عز وجل طمعا في جنته فتلك عبادة الأجراء وقوم عبدوا الله عز وجل لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته إنما لله عز وجل كما تعبر الرواية حبا لله فتلك عبادة الأحرار هنا في هذا السياق دعونا إلى المعادلة القرآنية القرآن دائما مفتاحه بسم الله الرحمن الرحيم ورد لفظان يدلان على الرحمنية والرحمة الرحمن الرحيم وقد ذكر الكثير من الآيات والأحديث التي تشير إلى رحمة الله تعالى هذا التأسيس الذي افتقده المسلمون اليوم هل يمكن لإنسان يتوجه لله خمس مرات أن يكون قاسي القلب هل يمكن لشخص يعبد الله تعالى أن يقتل أن يذبح لعمر إن الرسول أوصى حتى بالرفق بالذبيحة يوم عيد الأضحى فما بالك بالإنسان في الحقيقة هذا النوع وهذا النمط من السلوك والتصرف عند بعض المسلمين لا يمكن أن نعتبره أصلا حاكيا عن الثقافة والتعاليم الإسلامية من ناحية ولا يمكن أن يكون ممثلا لشخصية الإسلام أو للمسلم من ناحية أخرى ولذلك لا يمكن أن يكون هؤلاء يمثلون الفكر الإسلامي ولا يمكن أن تكون شخصيتهم شخصية مسلمين ولا يمكن أن يحملون هذا الفكر وينقلونه للآخرين من خلال القتل والتشريد والتعذيب ومشابه شيخ بدري بن المنور المدني نورنا يرحمك الله تعالى المصديق التي جاء على ذكرها الشيخ علي بندر موجودة في القرآن الكريم ولو كنت فضا غليظا قلبي لن فض من حولك وكان الرسول مثالا للرحمة حتى يوم فتح مكة بعض القراشيين هلعوا وخافوا فقال لهم الرسول لا تخافوا أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة عندما نتأمل اليوم في العالم الإسلامي نجد مسلمين يهدمون قبور الأولياء والصالحين والذين كانت لهم علاقة بربهم أو يهدمون قبور الصحابة الذين سبقوا إلى الإحسان وإلى الجهاد والاستشهاد في نفس الوقت أو عندما نرى مسلمين يقولون إننا ندبح المسلمين لإقامة حكم الإسلام هل يمكن لهؤلاء أن يستحضروا الحب الرباني ما الذي يجري في قلوب هؤلاء أليس الشياطين باضت وفرخت في قلوبهم سيد الكريم إن الشياطين قد باضت وفرخت وطبعا شب أبناؤها وشب أبناء الشياطين في سلوكات هؤلاء المصيبة الكبرى أنهم فاقدون للأشياء وفاقدوا الشيء لا يعطيه المصيبة الكبرى أنهم أجهلوا ما يكون بتعاليم السمحة للإسلام الجميل والإسلام السمح المصيبة الكبرى أنهم لم يفهموا من الإسلام إلا بعض الخشور وبعض الشكليات فهم فهموا أن الإسلام مجرد قميص أو لحية أو سلوك شكلي وظاهري فحسب وإنما غاب عليهم ما وجد في بستان القرآن الكريم من زهرات ومن دعوات منذ نشأة الخليقة ثم نأتي للحبيب المصطفى حين قال في ذلك الشعار العظيم وهو يفتح مكة ويعود في عشرة آلاف مقاتل ويقول اذهبوا فأنتم التلقاء ثم نجد أن الحق سبحانه وتعالى يتوجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويقول لو ادعي لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي أحسن وغير ذلك من الزهرات ثم لنا أيضا يعني عبرة ولنا أيضا موعظة كبرى تتعلق أساسا في أن هذا الدين وأحكام الدين خاصة فيما يتعلق بالعبادات أن الحبيب المصطفى لما نزل عليه الوحي لم ينزل عليه أي حكم من الأحكام التعبدية وخاصة الذي كان هو الصلاة كان بعد عشر سنوات من بعث البعثة المحمدية في العشر سنوات التي قضاها الحبيب المصطفى يعني في شعاب مكة وبين كفار قريش إلى غير ذلك ماذا كان يصنع الحبيب المصطفى كان يرسخ أمرين الأمر الأول هو العقيدة والتوحيد والأمر الثاني هو المحبة بين الناس يزرع المحبة بين القوي والضعيف يزرع المحبة بين السيد والعبد يزرع المحبة بين الحرة والأمة والجارية فحينما فردت فيما بعد الصلاة وجد الحبيب المصطفى أن المحبة إذا جمعت الناس في صف واحد في صلاة واحدة فإن هذه المحبة تجعل هذه الأحكام التعبدية تنجز وتفعل بكل إتقال و بكل إخلاق شيخ بدري إذا سمحت في هذا السياق لماذا بعض الخطباء وبعض فقهاء الغلظة والشدة والذبح من الوريد إلى الوريد يحذرون الناس من غلظة العذاب أين الله الرحيم أين الله الغفور أين الحنان المنان أين الذي وسعت رحمته كل شيء أين الذي قال استغفروني أغفر لكم أين الذي قال في الحديث القدس من صلى على محمد وآل محمد هدمت ذنوبه هدمة أين هذا الرب الجميل في حياة المسلمين هذا الرب الجميل في حياة المسلمين هو موجود ولكن هؤلاء يريدون أن يغيبوه يريدون أن يقدموا صورة أخرى لرب كما قلت حاشى الحق سبحانه وتعالى مصاص دماء إن الحق سبحانه وتعالى لم يتوجه بالخطاب للسيد الأعظم وقال له قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هذا هو الرب العظيم هذا هو الرب الرحيم الذي نتوجه إليه في كل صلاة وفي كل ركعة ولا بد أن نقرأ سورة الفاتحة وما تتضمن من إسمين مع البسملة ما تتضمن من إسمين من أسماء الرحمن والرحيم ولماذا لم يختر الله سبحانه وتعالى ولم يفرض الحبيب المصطفى علينا قراءة آيات أخرى أو سور أخرى من القرآن إلا الفاتحة لأنها تتضمن هذه الصورة وهذه الصفات وهذه الأسماء الجميلة وهذه الصفات الرحيمة والأسماء الرحيمة من أسماء الحق سبحانه وتعالى فالله رحيم ولا يجب أن نخيف الناس ولا يجب أن نفزع الناس ولا يجب أن نشدد الناس فإن الله سبحانه وتعالى يريد اليسر ويريد التيسير على الناس وهذه إرادته ليست إرادة هؤلاء أستاذنا البدري أذكرك بالحديث القدسي أنه يوم القيامة عندما يجتمع الخلق أحد المسلمين تنقص حسن ليدخل إلى الجنة فينادي في الحشر أيها المسلمون تنقصني حسن ليدخل إلى الجنة من يعطينيها وأنا ذاك الإحسان جائز من يملك فائد من الحسنات قد يعطي فجاء مسلم مقصر قال له يا عبد الله أنا لي حسن واحد فقط بدل أن ندخل النار سوية خد حسنتي أدخل إلى الجنة أما أنا سأذهب إلى النار فيأتي المناد من قبل الله تعالى ماذا فعلت يا عبد الله فيقول يا ربي لدي حسنة واحدة جدت بها عليه فيقول تعالى أتجود عليه وأنا الجواد الكريم أدخل الجنة سوية يا ليت الذين ذبحوا يا ليت الذين نحروا يا ليت الذين اغتصبوا يا ليت الذين هدموا يا ليت الذين قتلوا يا ليت الذين سفكوا الدماء يا ليت أكلت الأكباد ومقطعي الرؤوس قرأوا العشق الإله عند رسول الله شيخ محمد أبا سريع دعني من غلضة المنابر وغلضة القلوب وقسات القلوب وانقلني بصوتك الرباني إلى حضرة سرمدية وتعالى نسكر من العشق الإلهي كما قال عمر الخيام أفوك ورضاك يا رب سلمت أمري للمهيمن معلنا حبي لربي لا إذا بحماه سلمت أمري للمهيمن معلنا حبي لربي لا إذا بحماه فوضت قلبي للكريم تعبدا وتقربا من فضله برضاه فوضت قلبي للكريم تعبدا وتقربا من فضله برضاه فوضت أمري للإله فوضت أمري للإله فوضت أمري للإله فوضت أمري للإله ومضيت في دربي لنشر هداه حدثت نفسي حدثت نفسي بعد طول تأمل يا نفس توبي يا نفس توبي يا نفس توبي واطلبي مأواه يا نفس عودي للذي خلق الوراء وتمسكي واستعصمي بعراه رفعت أكف رفعت أكف الضارعين لوجهه يتقربون بفقرهم لغطاه يا نفس عودي للذي خلق الوراء وتمسكي واستعصمي بعراه رفعت أكف الضارعين لوجهه يتقربون بفقرهم لغطاه وقفوا بباب الله وقفوا بباب الله وقفوا بباب الله في أسحارهم سنعلم وطالبين رضاكم مسمم لأفضل فوك شيخ محمد أبا السريع صدقا عندما يعشق العبد ربه فإنه يتفاد أن معصية كبيرة كانت أو عدا والذي يعبد المولى عز وجل عبادة العشاق فإنه لا يفكر في جنة أو نار فتلكم عبادة التجار وتلكم عبادة الخائفين هنيئا لمن انفتح على ربه وتعامل مع الناس على أنهم عيال الله فلا يؤذيهم ولا يسلبهم حقهم في الحياة مشاهدين فاصل قصير ثم نواصل فابقوا معنا مشاهدين أهلا بكم من جديد نسأل الله تعالى أن يدب حبه في قلوبنا وأن ننطلق في حياتنا من وحي هذا الحب شيخ علي قال رجل لعلي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين صف لنا الدنيا قال ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء حلالها حساب وحرامها عقاب من استغن فيها فتن ومن افتقر فيها حزن عندما نتحدث عن العرفان الذي هو بداية الوصول إلى الحقيقة السرمدية لا شك أن الله يعبد بالعقل وبالقلب ويعبد بمختلف الطرق مثل ما قال شيخ جلال الدين الرومي لكن طريق العرفان في حد ذاتي هو علم أو ممارسة نفسانية توصل الإنسان إلى مدارج السالكين إذا أردنا أن نتحدث عن العرفان طارت أن نتحدث عنه كمنظومة معرفية وأخرى نتحدث عنه كحالة سلوكية إذا تحدثنا عن المنظومة المعرفية لا شك ولا ريب أنه علم له أصوله وقواعده وطرقه أما إذا تحدثنا عنه كحالة سلوكية فهي يمكن أن تحدث عند أي إنسان من خلال حادثة ما أو عبادة ما أو من خلال توجه لله سبحانه وتعالى وهذه التي قد نسميها المعرفة الخاصة عند الإنسان أو عند العبد بشكل عام أو قد يسمى الشيخ علي هذا من باب اللطفة الرباني لأن الله يلطف بالعباد أحيانا تجد ناس لا علاقة لهم بالإسلام أو حتى بالمسيحية لكن الله تعالى يهيئ لهم أسباب معينة تجعلهم يلتقون بالخالق جل فعلا ولذلك نلاحظ أنه مجموعة من البشر الذين أصلا لا يعتمدون المنظومة الإسلامية في التعبد تحدث في أنفسهم مجموعة من المعارف هذه المعارف ما ردها ومن شاءها إلى نوع من التوفيق نوع من اللطف حتى ما نسميه في بعض النصوص الإسلامية نوع من الحجة الإلهية على هذا الإنسان بحيث أنه يفتح له طريق المعرفة من خلال أمر بسيط في بعض الأحيان لكي تتم الحجة على هذا العبد ولكي يبحث عن الحقيقة ويعود ويرتبط بالله سبحانه وتعالى ارتباط سليم وهنا أذكرك عفوا بالفيلسوف الفرنسي الوجودي جونبول سارتر سارتر كان زعيم المدرسة الوجودية الفرنسية وفي الستينيات حرك التظاهرة بعنوان الله مات وكان يقول أن الله فكرة من صناعة البشر فسئل قبل وفاته بوقت وجيز هل ما زلت تعتقد أن الله فكرة من صناعة البشر قال لا تصور أنني مجرد ذرة تائها في الفضاء أنا كائن جرى تحضيره من قبل خالق وهكذا كثر هم الذين اكتشفوا الله في المختبرات في البحار في المحيطات بمعنى أن الإنسان المجرد عن أي أدلجة عقيدة قد يصل إلى حبيب القلوب وهذا النوع من المعرفة نسميه المرحلة الأولى وهي معرفة وجود الله سبحانه وتعالى أما المعارف الأخرى وهي معرفة الصفات الكمالية والجلالية الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى نمط آخر من السير والسلوك وتهذيب النفس أما معرفة الوجود بحد ذاتها كما قلنا فهي قد تحدث عند إنسان بإشارة هنا أو إشارة هناك وبالتالي تصبح عنده من اليقينيات يعني التي لا تقبل الشك ولا النقاش حتى أنه جاء في دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة متى غدت حتى يستدل عليك نعم الله عز وجل وجوده واضح إلى درجة لا يحتاج إلى الاستدلال إلا أن المشكلة لو التفتنا إلى بداية الحديث أو بداية السؤال الذي صدر بالحديث أن الإنسان عندما يتعلق بالدنيا تصبح هذه تشكل حالة غشاوة على البصيرة وعلى البصر في آن معا وبالتالي لا يمكن حتى هذه الإشارات أن يتلقاها وتدفعه للبحث عن الحقيقة الكاملة لكن شيخ علي كيف يمكن لأي إنسان يحب المولى عز وجل أن يدخل في هذا السياق يعني يتكامل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه المرتبة الأولى قلنا تنقية النفس من الدنوب والأتام كيف يتم ذلك في الحقيقة لا بد بالمرحلة الأولى من التخلية مما هو أخطر ما يمكن أن يكون في عملية السير والسلوك وهو حب الدنيا كما جاء في الأحاليث رأس كل خطيئة فالإنسان إذا تجرد عن هذا النمط من الحب الذي أحب الأشياء الثانية لا بمعنى الحب الذي تفضلتم به أنه أحب هذا الشيء لأنه مظهر مثلا من مظاهر قدرة الله عز وجل مظهر من مظاهر عطاءات الله كما قيل في بعض الروايات أن يعقوب عليه السلام أحب يوسف لأنه مظهر من مظاهر جمال الله سبحانه وتعالى هذا النوع من الحب هو حب ممدوح حيث أنه علقه بالله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يتأتى من النبي أصلا حب مذموم على أي حال ولكن الحب الآخر حب الدنيا التعلق بها على أن تعتبر دار قرار على أن تعتبر هي غاية ما تتطلع إليه النفس البشرية فهذا هو الخلل في عملية السير والسلوك لأن المفروض في السير والسلوك أن يصل الإنسان إلى الكمال ولا يمكن أن يصل إلى الكمال إذا رتبط بالفناء حيث أنه لا بد أن يتجرد عن هذا الفناء بل يستفيد منه هي دار ممر لا مقر أن يستفيد منه لكي يتكامل في عالمه فالتخلية عندما يتخلى الإنسان عن هذه الشوائب وعادة عندما يتم الحديث عن التخلية يتم الحديث عن المعاصي يتم الحديث عن حب الدنيا ولكن في الحقيقة هناك أمور في زماننا الحاضر أساسية لا بد أن يتخلى الإنسان عن الرواسب الفكرية الخاطئة التي تراكمت عبر الدهور والعصور وأوصلت الإسلام إلينا مشوها من خلال الاستعمار من ناحية ومن خلال التنازع أو التقاتل أو التناحر على السلطة في البيت الإسلامي الواحد التخلية من هذا تؤدي بالإنسان أن يكون رؤوفاً رحيماً أن يكون الإنسان كما جاء في بعض الروايات هش بش بشره في وجهه في روايات أخرى أما إذا لم يتخلص من تلك الرواسب يتحول إلى هذا الغول القاتل وإلى هذا الشخص المرعب أو المخيف لكل الناس لا للمسلمين فقط نعم شيخ بدري بن المنور المدني لا شك أن حب الدنيا رأس كل خطيئة والعرفاء بالله سئلوا ما هي الدنيا فقال أحدهم جيفة مطلية بمسكن أذفر يعني المسلمون الذين يتقاتلون على المناصب والكراسي والسلطات إنما يتقاتلون على جيفة مطلية بمسكن أذفر أشار شيخ علي إلى ضرورة الاهتمام بالآخرة باعتبارها الوجود الدائم وعدم الاهتمام بالدنيا باعتبارها العدم الزائل صح التعبير لكن على صعيد الممارسة كيف أبدأ يعني هل هي الفرائد هل هي الالتزام بالنوافل هل هي الأذكار الربانية وبالمناسبة أيضا عدم المعصية يورث الحكمة من أطاع الله ولم يعصيه صار حكيما بعد أربعين يوما يعني ترك المعصية له مدلول حتى فكري وعقلاني ماذا تقول في هذا السياق شيخ بدري طبعا ترك الدنيا لا يعني تركها تركا كليا فلابد أيضا من أخذ الأسباب ولابد من السير في طريق الحياة لأن الدنيا في نهاية المطاف هي مرحلة عمرية وجسر ومطية إلى الآخر التي هي دار البقاء ودار الخلود إلى غير ذلك طبعا السبيل للسير في هذا السلوك في البداية لا بد من التشرع لا بد من معرفة الأحكام ولا بد من إتيال الفرائض ولا بد من اجتناب المنهيات التي هي المعاصي بمختلف أنواعها لأن كلما الإنسان سار في درب القيام بالمأمورات من فرائض ونوافل وأوامر تعبدية إلى غير ذلك ثم كذلك لا بد أن نذكر دائما وبدن أن الدين إلى جانب أنه عبادات فأن هناك معاملات لا بد أن يكون هناك السلوك لا بد أن يكون هناك الخلق يعني ومعاملة الناس بالخلق الحسن والنصوص في هذا السياق عديدة وعديدة جدا طبعا كل هذا من أجل أن ننظر إلى الطمع والتأمل والأمل وتطلع إلى الآخرة لكن لا يعني هذا التخلي الكل وترك الدنيا والإنزواء حتى أن الشيخ محمد المداني رحمه الله وهو جدي يقول الزهد زهد القلب لا زهد اليد بمعنى أنه لا نجعل من الدنيا كل نصب أعيننا وهي الهدف الأساسي بل نزهد في هذه الدنيا بأن لا نجعلها في قلوبنا بل نجعلها في أيدينا ننظر إليها ويمكن أن يعني نجعل منها مطية إلى الآخرة طبعا مطية الآخرة إلى جانب كما قلنا إلى جانب الإيمان والإسلام وعمل الجوارح والمعاملات أيضا لا بد من الأذكار لأن الذكر وهو جاء بسيغ متعددة وخاصة تنسيغ فيها الإطلاق وفيها السعة وفيها الاتساع لما قال الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة يعني هذا الاتساع جاء لأن الذكر هو وسيء وهو مسق للقلوب وهو عملية شحن هذه القلوب وعملية تصفية لهذه القلوب لأنه بتصفية القلوب يعني تخرج الدنيا من هذه القلوب ونصبح ونتطلع إلى الآخرة طبعا مع هذه التصفية يكون هناك نوع من نمو ويعني زرع الحب في هذه القلوب وزرع الحب في اتجاه الحق سبحانه وتعالى كذلك زرع الحب في اتجاه الحبيب المصطفى زرع الحب في اتجاه الصحابة زرع الحب في اتجاه آل البيت زرع الحب في اتجاه العلماء زرع الحب في اتجاه يعني الناس بعضهم لبعض زرع الحب في اتجاه الوالدين كل هذا لابد أن يزرع وهذا لابد أن يزرع ولابد أن نبوح به كما قال كذلك الشيخ محمد المداني يقول بوح بالغرام فما عليك من حرج وشن في السمعة وشفي ألم المهجي كذلك يقول سلطان العاشقين في أحد الأبيات زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلضا هواك تسعر إن الغرام هو الحياة فمت به صبا وحاضر أن تذيق وتذجر كل هذا يعني ينمو ويتطور طبعا وبالذكر وبالعبادات وبالتأمل أيضا حتى أن الحق سبحانه وتعالى يفتح هذه القلوب بمفتاح قدرته وبمفتاح رحمته وبمفتاح رحمانيته وبمفتاح حنانه ومنته على يعني عبده وبالتالي يشرق تشرق النفس وتتزكى النفوس ويكون هناك طبعا نوع من الحناف الحضر الإلهي في هذا السياق من الحضرة الإلهية إلى الحضرة الدنيوية مع شيخ محمد بسريع شيخ محمد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ظل في المرحلة المكية 13 سنة يهذب النفوس ويسقل الشخصية المسلمة ويربط الإنسان المسلم بالمولى عز وجل لعل الفريضة الأولى كانت مسألة التعبد لله تعالى ومعرفة المولى عز وجل ومن ثم في المرحلة المدنية جاءت مرحلة التشريع المرحلة أيضا لماذا المسلمون اليوم الممسكون بحقل الدعوة بحقل التغيير والإصلاح والدعوة إلى إقامة الدول الإسلامية هنا وهناك أهملوا كل هذه المرحلة في بناء النفس وذهبوا إلى صناعة القرار السياسي حتى وصلوا إلى دوائر صناعة القرار السياسي عبدوا الشيطان واستعبدتهم الدنيا وكان وربك أفضع من الجبابر والطغات سيد الفاضل نعم يجب علينا أن نعترف أننا يجب علينا أن نعترف أننا أهملنا حب الله ولو أننا تمسكنا بحب الله ما وصلنا إلى ما نحن فيه إن العلماء الأدقياء الذين سبقونا حينما تمسكوا بحب الله فازوا وإنما نحن في هذا العصر ما نراه من الذين حببوا الناس في الدنيا وملذاتها وشهواتها وتركوا الدين وتركوا حب الله وتركوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا الدين ولم يتمسكوا به وصلنا إلى ما نحن فيه نعم أرجو أن تبقى معي شيخ محمد إذا سمعت شيخ علي ذكرنا التخلية بمعنى أنني أطاهر نفسي من الدنوب ولا تام وعيب على الإنسان المسلم أن الله تعالى ينزل لليه الخير وهو ينزل الشر يصعد الشر عيب على الإنسان المسلم الذي يعني وهبه الله عينا وسمعا ومحيا وكمالا في كل شيء أن نبادر المولى عز وجل بالمعصية حتى ورد عن الصالحين أن الاستغفار والعودة إلى المعصية بمثابة الاستهزاء بالله تعالى ولذلك كان الإمام علي لا تنظر إلى صغر المعصية أو كبرها لا تنظر من عصيت أحسنت الإمام علي كان يقول قولوا استغفروا الله في قلة قولنا استغفر الله التخلية هي التخلي عن المعاصي عن الكبائر والصغائر إذا استطعنا ماذا عن التحلية التحلية كما يذكرها العرفاء هي التحلي بصفات الله جل يعني ليست فقط هي التحلي بالالتزام عمليا في العبادات والمعاملات في الواجبات أو ترك المحرمات إنما التحلي بصفات الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى هنا قد يأتي شخص يؤمن بالتكفير والذبح يقول لك أنا اقتبست من كنه الله الجبار فأنا جبار في الأرض هل بهذا المعنى ليس بهذا المعنى لأنه ذكرنا قبل قليل أن لا بد من التوازن الإسلام ركز على التوازن في سلوك الإنسان فلو قرأنا حتى لو أردنا أن نعرض الإسلام لا أن نقرأ الإسلام أردنا أن نعرض الإسلام لأحد وأخذنا كل الآيات التي فيها قتل وجهاد وعنف وترهيب وما شابه ذلك لا يمكن أن تعطي صورة كاملة عن الإسلام لا يمكن أصلا أن نقرأ القرآن أو الشريعة بشكل مقطع الذين جعلوا القرآن عظين لا يمكن أن يقرأ بشكل مقطع بل لابد أن يقرأ بصورة كاملة فإذا قرأنا القرآن أو التعاليم الإسلامية بصورة كاملة أو الصفات الإلهية بصورة كاملة وهنا بالمناسبة عندما نتحدث عن الصفات الإلهية نقول صفاته وعين ذاته وما يعني ذلك يعني أن الله عز وجل لا يمكن أن تراه المنتقم في مورد أو شديد العقاب في مورد والرحمن أو الرحيم في مورد آخر بمعنى أن جزء منه كذا والعياذ بله إنما هو كله رحمة كله مثلا كمال كله في مورد كذا هو عذاب في مورد كذا هو انتقام في مورد كذا ولذلك إذا أردت أن تتحلى بصفات الله عز وجل متى تكون منتقما متى تكون شديد العقاب لماذا لا ينتقم هذا الإنسان من نفسه عندما تعص الله سبحانه وتعالى لماذا لا يكون شديدا على نفسه عندما تعص الله سبحانه وتعالى إنما يكون شديد على الآخرين ويكون منتقما من الآخرين لأن في الحقيقة هذا الإنسان هو ليس ساعيا إلى الله عز وجل ليس متحليا أصلا بالصفات الكمالية هذا الإشكال يدرأ بقولنا نحن نتكلم عن الخالق وفيه تكامل الصفات وهو حر فيما يختاره لأنه واجب الوجود فكيف للمخلوق يقول أنا أكون كالله تعالى مبدأي المقولة فيها شرك أليس كذلك ليس كالله إنما التحلي التحلي نعم لا يمكن أن نصل إلى مستوى الرحمة الإلهية ولكن يمكن أن تتجلى الرحمة في أنفسنا لا يمكن أن نصل إلى مستوى الكرم الإلهي ولكن يمكن الكرم أن يتجلى في أنفسنا وما شاكل ذلك يعني الصفات عندما نتأمل إيجاد الوجود عند كل الفلاسفة ولو رفا بالله لمسات الحب لمسات الحنان لمسات العشق إلى حتى خطاب الله للإنسان يعني أنظر الحنان المنان كأنه يتواضع للإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يعني لو كان جبارا لقال له والله سوف أذهب بك الدنيا والآخرة أنا صانع الوجود لكن المولى عز وجل ينتقي خطابا ربانيا ما غرك بربك الكريم أو في حديثه مع الشيطان الشيطان يقول له أنا خير منه المولى عز وجل يجادله بالحسنة من منطلق الحنان وأيضا المودة أيضا في إيجاد هذا الكون الطبيعان سياق الطبيعة علاقة التربة مع الشجرة خرير الماء موسيقى الكون كلها تدل على الحب ليس كذلك؟ صحيح هل يمكن لله أن ينزل شرائع ذابحة حمراء تخالف أصل الوجود الرباني القائمة على الحب والعشق؟ يعني أكاد أقطع بعدم إمكانية هذا النمط من التشريع يعني في الفلسفة في العلة هذا غير ممكن وفي المعلول غير ممكن أبدا على الإطلاق نعم المشكلة ليست في أصل التشريع إنما المشكلة في فهم التشريع حتى ثقافة الجهاد التي جاءت في القرآن الكريم حتى ثقافة العذاب التي تم الحديث عنها واتقدم الحديث عنها آنفا المشكلة في فهم هذه الثقافة لا في أصل وجودها مثلا عندما يتحدث المتبحرون في كلام الله سبحانه وتعالى في الآيات القرآنية عن العذاب يوم القيامة يقولون أن هذا العذاب هو عذاب تنظيفي لا عذاب انتقامي بمعنى أن الإنسان في دار الدنيا لم يتخلص من الشوائب النفسية وبالتالي إذا ذهب ودخل إلى الجنة بحسد وبضغينة وبنميمة وبحقد سيخرب الجنة وبالتالي ستعود الأمور إلى نقطة السفر أما إذا تم تنظيف هذه النفس من خلال دخول في جهنم ولذلك إذا رجعنا حتى الأحاديث والنصوص الإسلامية هناك من يدخل النار مثلا عشرة آلاف سنة هناك من يدخل النار مثلا بضع سنين لماذا هذا التأكيد على هذا النمط الهدف منه هو تنظيف النفس فإذا نظفت هذه النفس يدخل إلى الجنة كما جاء في الآي القرآنية ونزعنا ما في صدورهم من غل والسبب العرفاني الآخر شيخ علي أن الجنة جغرافيا كمال جغرافيا عشق رباني جغرافيا معرفة الحقيقة اليقينية التي ينتظرها كل البشر فلذلك قبل الدخول لابد من التكامل المعرفي والأخلاقي وتلك النقطة العرفانية هنا في جملة قبل أن نذهب أنا أريد أن أضيف كلمة واحدة وبالتالي هذه التشريعات التي نزلت إلينا في عالم الدنيا كان الهدف منها أن ينظف الإنسان نفسه قبل الوصول إلى ذلك العالم الكامل وهو الجنة وبالتالي من لم يفلح في دار الدنيا سيتم تنظيفه من خلال النار مثلا في بعض المحطات أو من خلال عالم البرزخ في محطات أخرى والمصيبة الكبرى يا شيخ علي أن هذا الذي يقتل ويذبح ويخرج الحلاقيمة من حناجرها ويفقأ العيون ويقل الرؤوس ويشوي الرؤوس لا يصل صلاة الصبح ولا يعرف من القرآن لا ناسخه ولا منسوخه وإذا طلبته بحديث شريف قل ما يذكره لك بشكل صحيح هؤلاء عينوا أنفسهم أوصياء على الناس وقسمة الجنة والنار فنستجير بالله تعالى لا نريد أن نكون في مقامهم غير أننا ندعو لهم بالهداية لأننا ننظر إلى الحياة وحتى إليهم بشكل عام من موقع الحب الإلهي الذي يصب إلى أن يهتد البشر وجميعا إلى جادة الطريق أستاذ بدري ابن المنور المدني لا شك أن العالم الإسلامي اليوم يعيش ذروة المادية ذروة القسوة إشكال بين الأخ وأخي حول قطيعة أرض إشكال بين الأخت وأخي حول دينار إشكال بين الجد وإحفاده بسبب بغلة أو ناقة في الواقع لقد تكالبت علينا الدنيا بشكل فضيع ونسينا أننا فيها على ممر أن الدنيا قنيطرة يجب أن نعبرها ولا نعمرها كيف نذكر الناس يا أستاذ بدري؟ طبعا تذكيرنا للناس يتولد أساسا من تنبيهم إلى أن ما هم موجودون فيه وهذه الحالة من حالة التكالب على الدنيا وحالة التكالب على المادة ما هي في الختام إلا أنها جعلت الكائن البشري كأنه كائن حيواني وفي بعض الأحيان هناك حيوانات ربما يقع تربيتها ويقع تصبح في بعض الحالات لا أقول أفضل ولكن سورها أفضل من بعض الهمج إلى غير ذلك وبالتالي فهذه الوضعية التي نعيشها هي وضعية في الأصل وضعية سلبية ومشينة جدا تذكير الناس اليوم لا بد أن نعيد في أذهان الناس تلك القيم العليا وتلك القيم السامية التي جاء بها هذا الإسلام وهذا الدين وخاصة قيم المحبة قيم الحب وقيم التآذر وقيم التعاون وقيم الوحدة واعتصم بحب الله جميعا وقيم الأخلاق وأنه كان على خلق عظيم وغير ذلك من هذه القيم التي نراها قد اندثرت ثم نعود لنركز أساسا على قيمة الحب قيمة تحابب الناس وقيمة تأذر الناس وتآخي الناس كل هذه القيم لا بد أن يقع استعادتها وأن يقع طبعا الحث عليها عبر وسائل مختلف وسائل الإعلام وسائل الإعلام كذلك عبر مختلف المساجد والمنابر كذلك اليوم لدينا هذه المواقع الشبكات العنكبوتية وشبكات الأنترنت وغيرها لا بد أن توظف ثقافة الحب وثقافة العشق لا بد أن تصد ثقافة القتل وثقافة التكفير وثقافة التفجير كل هذه الثقافات الدخيلة التي في الأصل هي من الدسائس الخارجية التي لا تريد أن يكون المسلمين موحدين والتي لا تريد أن يكون أهل الإسلام أهل علم وأهل معرفة وأهل محبة وأهل تطور فالإسلام جاء بالعلم ودعا للعلم ودعا للتطور ودعا للتحضر وما تحول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بما يحمل هذا الاسم من المدنية ومن التحضر وبناء المؤسسات ونشأة الدولة الإسلامية إلا دلالة على أن الإسلام يريد أن يتقدم المسلمون نحو الأمام نحو البناء نحو العطاء يا شيخ بدري دكرت المدينة المنورة طيب الله ثراها وحركت لواعجي وأشجاني ورد في تفسير قوله تعالى قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون أن أعمال المسلمين تعرض على رسول الله اليوم رسول الله في المدينة المنورة وروحوا في البرزخ طبعا ماذا يرى؟ يرى قتلا وسفكا للدماء ودبحا وسرقات باسم الإسلام ويرى فقها ضائعا وفقهاء مضللين ويرى تفسيرا للقرآن جديدا ويرى العالم الإسلامي من طنجة إلى جكرتة تزدهر فيه صناعة الموت وصناعة الإعدامات الجماعية وكرنفلات الموت أنا متأكد يا شيخ بدري أن رسول الله يتوجع لقد آلمنا رسولنا لقد عذبنا رسولنا لقد آذينا رسولنا آلمناه يا شيخ بدري ولو عندي المزيد من الوقت نعم وهو القائل نعم وهو القائل وهو القائل أريد أن أدعم كلامك وهو القائل حياتي خير لكم ومماتي خير لكم حسب الله وخاصة فيما يتعلق بمماته قال تعرضوا علي أعمالكم فما رأيته من خير حمدت الله عليه وما رأيته من شر استغفرت الله لكم فالحبيب المصطفى يتألم ويتوجع ولكن دائما لدينا رجاء في أن الحبيب المصطفى يستغفر لنا والحبيب المصطفى حنان أيضا ومنان حنان ومنان ليست بالصفات الإلهية وإنما بالصفات النبوية البشرية كما نقول أنه رأوف ورحيم شيخ بدري شيخ محمد بسريع أنا أسرع إليك لكي أنقذ نفسي وضيوف الكرام الأعزاء من دناءة الدنيا ورداءة الواقع الإسلامي لنحلق على صوتك الرباني إلى عالم أرحبي فخدنا إليه يرحمك الله إذا أردنا أن نذهب في هذه الحلقة إلى ما يسعد الجميع فلا ننسى أن الله سبحانه وتعالى قال في نهاية صورة النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أحسن وربت بعدها الصورة الكريمة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فلا ننسى أن في هذه الآيات معية الله وحب الله لرسوله ونذكر من باب التذكير حب الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذه في معيته من البغض ومن المهاجمة إلى حضرته السرمدية فنقول سبحان من أسرى بخير عباده سبحان من أسرى بخير عباده للمسجد الأقصى بغير عنائي جبريل جبريل يحذو ركبه في بهجة وعناية الله وعناية الرحمن خير ردائه يا فرحة الأقصى يا فرحة الأقصى بيمني قدومه في ليلة حضيت بخير عطائي يا رب يا رب أدعوك يا رب الورى في ليلتي أن تكشف البلوان الضعفاء شيخ محمد أبا سريع سيدي حسنا ختمت بالأقصى لكن أذكر هنا المسلمين فقط لعل الذكرى تنفع المؤمنين والمسلمين والموحدين أن الأقصى في عهدة الكيان الصهيوني أن هذا الأقصى الذي ذهب إليه الرسول وأما الأنبياء جميعا من آدم وإلى عصره في عهدة الكيان الصهيوني وهذه بكائية أيضا أخرى تضاف إلى رسول الله غير دنوبنا وأثامنا وفسقنا وفجورنا ودبحنا ونحرنا القدس في الأسر الصهيوني شيخ محمد كنت أود أن أختم بالحسن لكن أكيد في الحلقات المقبلة سوف تكون هناك الكثير من الحسان والكثير من النتائج الإيجابية في العالم الإسلامي شيخ محمد أبا السريع شكرا جزيلا لك وبوركت وبورك صوتك الشجي شيخ بدري ابن المنور المدني ابن تونس الغراء التي نحب شكرا جزيلا لك شيخ علي بندر أدامك الله وشكرا جزيلا لك وجعل الله ذلك كل ذلكم في ميزان حسناتكم مشاهدين وصلت حلقتنا إلى تمامها أريد أن أتوقف قليلا عن الكلام حتى لا أؤذي رسول الله أكثر ولا أكشف له عما يدور في العالم الإسلامي من دبح وقتل ونحر هذا يحيى أبو زكريا يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اشتركوا في القناة